السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيب قلبي يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال النهاردة بقى اول حاجة هنعملها عندنا حاجات كتير قوي 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 في الفيديو ده عندنا بقى هنعمل حاجة حلوة هنبتديها بحاجة حلوة كده عشان انتوا احلى حاجة حلوة هنعمل بسكوت بطريقة جديدة انا معايا واحدة بطاطا كده غسلتها كويس جدا وبشرتها ومعايا كمان كوباية من الدقيق وكمان معايا معلقة كبيرة من النشا وكمان معايا معلقة صغيرة مليانة من البيكن بودر وكمان معايا رشة ملح وكمان معايا ثلاث معالق زبدة بحرارة المطبخ ومعايا ثلاث معالق سكر تمام بس هي دي والبسكوت بتاعني سريع سريع زي ما انتوا شايفين كده اه انا بعير السكر كده وعايز اقول لكم على حاجة ينفع البسكوت ده نعمله بال بدل بيكن بودر نحط بيكن سودا لان البيكن سودا بتخليه فرش اكتر بس انا صراح ما كانش عندي بيكن سودا اه وزا ما انتوا شايفين كده بقلبه كده عشوائي بالمعلقة السكر مع الزبدة بعد كده بنزل عليه بكوباية الدقيق اللي هي عليها آآ معلقة آآ آآ نشا ورشة الملح ومعلقة البيكن بودر زي ما قلنا وبنقلبها كده على طول بعد كده بننزل عليها بالآآ واحدة البطاطا المبشورة ودي بتعادل كوباية مليانة من البطاطا وهنكورها هنكور البسكوت ده وهنجيب ايه كمان اه ونحط كمان معلقة الزي زي ما احنا شايفين كده وبنسويه على درجة حرارة 180 او 170 آآ في آآ تقريباً 25 دقيقة يبقى كريسبي ما تفهموش حروفه بتبقى كريسبي ومقرمش كده وفي نفس الوقت منصب يبقى طري وحل آآ هنخليه عمل زي الكرامبل كده هنيجي هنا هنجيب معلقتين سكر بني ومعلقة آآ ارفة آآ وينفع برضو ان انتو تحطوا رشة آآ البسكوت ده حلوة قوي للشتة آآ حسيت ان انا عايزة يعني خيالي راح في حتة كده ان انا اعمل البسكوت بالطريقة ديت اعتقد ان ان شاء الله هي تجربة طبعاً انا بجربها الحاجة قبل ما بنزله لكم بس هو عجبني وحلو عشان كده قلت خلص حابي وحبيب قلبي يستفيدوا من الوصفة آآ اتمنى ان انتو تجربوه وتقولوا لي ايه رأيكو فيها آآ ممكن ممكن آآ نحط رشة آآ جينجر آآ بودرة آآ نسيت اسمه بالعربي يا جماعة والله آآ زانجابيل او الحمد لله افتكرتو زانجابيل رشد زانجابيل الحاجات دي بتدفي في الشتة والقرفة طبعاً من الحاجات اللي بتدفي في الشتة وآآ ممكن كمان آآ نحط معلقة كاكاو اللي احنا عايزينه بالكاكاو نشيل معلقة من الدقيق ونحط معلقة كاكاو براحتكو آآ ولكن انا قلت كده نخليه حاجة جديدة زريفة لطيفة كده بس انتو براحتكو لو عايزين تغيرو بايه طريقة براحتكو آآ بس هنشيل معلقة دي ونحط معلقة كاكاو خام فبالتاني هنحتاج ان احنا نحط كمان نزود كبات سكر لان قصد معلقة سكر لان الكاكاو بيبقى مر اللي هو كاكاو الخام لكن انا شايفة ان هو الطريقة دي حلوة قوي وبتالي انا اول واحدة عملتها فحبيت لما جاتني الفكرة فقلت لازم صحابي واحبابي وحبايب قلبي يستفيدوا بيها وكمان النهاردة عندي مفاجأة لكم في الفيديو انا عارفة ان انتو بتحبوني وتفرحولي في كل حاجة ربني يا رب يدومكم نعمة في حياتي بس قلت الاول الناس اللي بتهتمي بالاكل وحبايب قلبي عموما يعني يهتموا يعني يجربوا الوصف في الجو الساعة التلجي ده مع بقى كبات شاي بلبن بقى الواحد يزلط له واحدتين دول كده وم يعني مش مكلف وانتو شايفين الكمية دي عملت معايا عملت معايا كتير يعني عملت معايا صاجين فبسم الله مشاء الله يعني شايفين جماله وحلوته مقربة انا معلش الكاميرا شوية كتير المفروض ابعد الكاميرا انا مش عارفة ليه ساعات بغلط كده معاني ده تاني مر امسح الفيديو لكن مش مسحابة انا زهقت زهقت من مسحه كفاية انا همسح الارضية دلوقت معاكو حبايب جلبي يلا نصر خلص يا نصر خلص يا نصر ونهارده نتكلم برضو فيه ست بتقولي فيه اتنين ستتات بيقولولي ايه واحدة بتقولي هو انت ليه بتعملي كده مش فهم ما بعمل كده ليه يعني بتنظفي وبتعملي انت بتشتغلي وفي نفس الوقت كمان انت عندك مشتركين كتير قوي عايز اقول يعني المشتركين الكتير دول قوي كلهم مش بتفعلوا وفي نفس الوقت المشتركين مش هما اللي بيجيبوا الفلوس ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبعت الرز والمشاهدة يا جماعة هي اللي ربنا بيبعت من خلالها الرز مش المشتركين ايه ممكن يكون مشتركين خمسين الف ومحدش ناس قليلين جدا جدا بيشاهدوا الفيديو فيبقى يعني ايه فبس انا بعرف الناس اللي هما ما عندهمش فكرة عن القنوات تمام وكده حبيب قلبي هنخش على الروتين الجامج 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 طبعا انتو النهاردة الخميس وطبعا مبارح عايز اقول لكم كمية الطراب اللي دخلت رغم ان انا منظفة البلكونة دي مبارح لكن طبعا ابتديت قلت الروتين هبتدي بالبلكونة لان انا مش قادرة اقول لكم على كمية الطراب 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 وعايز اقول لكم بقى العريس القادرة 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 القاد الثاني لان انا كنت كلمتكم في العريس الاولاني نتعلمكم بقى في العريس الثاني اللي الشيخ جابهولي بيقول لي ايه بقى شفت جاب لي واحد يعني مهني يعني ممكن نقول نجار ممكن نقول بتاع مهنة يعني مش موظف يعني المهم طلبات الاستاذ المهني ده كانت ان هو عايز واحد يتجاوز واحدة مفيش مشكلة في السن يعني ممكن تكون اكبر منه شوية مش قصة ويكون عندها شقة يكون عندها سكن والله ما صلي وسلم عليك سيدنا النبي ويكون عندها سكن ويكون بتشتغل ويكون عندها كل الكماليات ومفيش ماناة برضو يكون تجيب الاكل معاه يعني كله خير يعني ايه المشكلة المهم يعني نصرة دايما مرزقة يا حبيب قلبه مرزقة ونصرة دايما نجي لها هارسانة على الفرازة ليه ده عشان تعارفين نصرتكو امورة وكاتكوتة وبتوتة طيب صاحبنا ده متجاوز وعنده آآ ثلاث سوبيون تمام وهو عنده محل كبير يعني مش هقول بيشتغل ايه وكده يعني المهم طبعا حبيب قلبي انا روحت كده اخسل الشباك والسلك والازيزة عشان الرملة اللي كانت امبارح الجو كان غير طبيعي الجو كان فزيع جدا جدا يا حبيب قلب آآ المهم آآ فطب يا عم انت ايه مشكلتك يا عم الحاج مشكلته ان هو آآ الست بتاعته بتاخد ده هو على كلامه يعني هو الراجل اللي تكلم معاه بتلقائية وآآ وصد يعني ان هو آآ مراته قلب تعليق طب قلب تعليق مش عارفين يعني هو ما قالش التفاصيل والتفاصيل ما تهمنيكش ومخليها بايت في المحل بتاعه بيباد في المحل بتاعه على طول بس كل اللي هي عايزان هو يشتغل بالفلوس وديها الفلوس كلها كل الفلوس حبيب قلب هي تاخد كل الفلوس بس فهو بس حبيب قلب ايه يعني آآ زي ما انتوا شايفين كده شايفين تشراب شايفين الرملة صفرة ازاي آآ انا عشان كده وانا بنفض آآ حطيت كده الاشربة على الانف كده عشان كمية التراب دي ممكن تخش يعني آآ تعمل مشكلة بصراحة يعني التراب ده آآ مش مش احلى حاجة يعني انا عندي حساسية فممكن وانا بنفض التراب ده يعملي مشكلة فقلت ايه على ايه على ايه ناصر حطي ده على مناخيرك كده آآ وقلت بعد كده بقى شلت قلت الاصحاب يخافوا مني يعني المم حبيب قلبي آآ آآ فطبعا راجل زي ده لما هو يجي يعني اتجاوزه ازاي يعني وإن لها استفادوا منه لما هو واحد جاي يقول لي مراتي مراتي آآ مش مش آآ والله يزم بقول لكم كده والله ما بتحك عليكم ولا بقلف آآ مراتي مش عايزة عادني في البيت يعني هي قلبة علي مش عايزاني في البيت يعني مش قابلين بعض هي مش قابلة وما فيش اي علاقة بينهم وفي نفس الوقت هو بتقول له يعني تقريبا هي عاملة عليه ورق وايمة والكلام اللي انتوا فاهمينه ده فانت آآ كل اللي انا عايزة منك ان انت تشتغل كل الفلوس الدهاني بس هي دي الهوية عايزة منه كده بس هي دي طلبة فالمهم حبايب قلبي كمان لما فكر انه هو يتجاوز كان بيقول لي انا مش عارف هو بيقول لي انا مش عارف هاجي ابات عندك ازاي انا بتهالي مباتش انا بتهالي قعد معاك شوية بالليل وانزل ابات في الورشة بتاعتي تخيلوا انتوا راجل جاي يقول لي الكلام ده تفتكروا ناصرة ممكن تعمل ايه يعني تفتكروا ناصرة تاخدوا بالحضن مثلا تقولوا بالأحضان بالأحضان يا حلاوة شفتوا المرار التفح يا جامعة احنا بنعيش في الحاجات دي وبنشوف الحاجات دي هي الناس البسطاء كده دايما لما ييجي راجل يبص لها الاغلبية يقول لك آه دي بتشتغل وعندها شقة وبتعناقص هيغير راجل يا حلوتك يا حلوتك يا جمالك هيونيسني يا جمعة هيونيسني يا ماليه دي الوسادة الخالية المهم حبايب جلبي ودخلنا على هذا المطبخ وعايز اقول لكم ان المطبخ وانا بنضف البتاع كده هو المية دخلت من تحت البتاع فاتطرت يا حبايب جلبي اعملها باللهما صلي وسلم عليك يا سيدنا النبي طبعا الشرشوبة مش جايبة لانها رقيقة اتطرت طبعا اجيب الفوتا والدقلج وتشقلب علشان ألم المية لان المية كان فيها تراب برضو حبايب جلبي تمام بعد كده بقى هنبتدي خلاص يا ناصرة خلاص يا امه خلاص يا حبيبة جلبي خلاص بعد كده حبايب قلبي هنخش بقى نصب نقل انا مش عارفة التليفون بيغمق معايا كده ليه جماعة يكون عنده عاية ولا حاجة يكون التليفون عيان يا واكستيك يا ناصرة ليه كده عتمة بسم الله الرحمن الرحيم المهم انا كده بنضف فتحت النور يمكن واللورفوف طبعا بمسحة علشان التراب اللي جي عليها وطبعا حبايب قلبي عايز اشكركم جدا 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 انا عايز اقولها على حاجة عايز اشكر كل الناس حبايب قلبي اللي من الوطن العرب يقول لهم اشكرهم وقول لهم ربنا يكرمكم ويساعدكم ويديكم الصحة ويجعل كل كلمة وكل دعوة وكل مشاهدة او كل مشاهدة او اي حاجة بتعمله هالي يجعلها في صحتكم ومزان حسناتكم اكيد مفيش اجمل ولا احلى من ان كل خير بتعمله ويعود لكم في صحتكم يا حبايب قلبي كانت في واحدة بتقولي يا نصرة اعملي يعني واحدة اعرفها صاحبة قناة بتقولي يا نصرة اعملي اعلان عند قناة كبيرة فقعدت كده مع نفسي وقلت ايه قناة كبيرة يعني ايه كبيرة اه يعني قناة يكونوا مشتركينها 100 الف ولا 200 الف ولا 300 الف ولا نص مليون مثلا يعني قلت ايلا طب هم اللي مكبرين القناة الكبيرة دي طب يعني كبيرة يعني هم اللي فيها هم اللي منورين القنوات هم اللي ربنا سبحانه وتعالى باعتهم يساعدوا الناس طب لو لاش الناس الناس للناس فعلا الناس للناس والناس لازم تساعد بعضها فالناس اللي بيساعدوا الواحد وبيدخلولوا وبيدعموا وبيبسطوا وبيشاهدوا فيديهاتوا وبيدعولوا بالصحة وبيرفعوا من معنوياتوا يعني طول ما هم كده يقولوا له إيه ربني以ديك الصحة تسلم إديك احنا بنحب نشوفك على فكرة يا جماعة الدعم النفسي أحلى بكتير قوي قوي من الدعم المادي النهاردة بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بوقفكم جنبي ودعمكم لي ربنا قرمني بإرشان من اليوتيوب فأنا فرحانة جدا جدا إيه يا نصرة؟ أنت فرحانة يا نصرة عشان أنت جالك في الاسم اليوتيوب؟ لا أنا مش فرحانة عشان جالي في الاسم اليوتيوب أول حاجة أنا فرحانة أنا بفرح لما بيجيني رز من خلال اليوتيوب من القناة ليه بفرح؟ لأن ده حسنة مدارية يعني ده رز فممكن يجي وممكن ما يجيش لكن أنا مرتبة مثلا أنا باخد بشتغل وباخد مرتب طيب المرتب اللي أنا باخده ده أنا ما بفرحش بيه لأن أنا عارفة كده كده الستة هتجيني مرتب لكن ده بيفرحني اللي بيجي من القناة رغم أنه هو مثلا يعني مبلغ ضئيل جدا ما يكملش مثلا الألفين جنيه إلى أنه هو بيبسطني بيقولي أن فيه ناس يا نصرة بتحبك وفيه ناس بتتبعك وفيه ناس بتدعيلك بالصحة وفيه ناس بتدعيلك بالستر وفيه ناس بتقعد تقولك كلام جميل كلامكو أحلى كلام بيبسطني جدا 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 وبيفرحني لأن أنا لما باجي أنزل فيديو الله أعلم ورسوله يعني أنا معلمش معرفش الفيديو هتشاهد ولا لأ ما خبتش على كل باب وقلت لهم يا جماعة شوف الفيديو ما خبتش على كل باب وقلت لهم يا جماعة نصرة منزلها فيديو ده ما حصلش ده ما حصلش لكن أنا بنزل الفيديو برمي التوكالي ورزقي على ربنا سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيبعث لي ناس تحبني وتقف جنبي واتدعمني كمان بفرحكم لأن في ناس بيخش يقولولي نصرة إحنا بنزعل على زعلك وبنفرح لفرحك يارب ما تحرم منكم أبدا كفاية كلمة زي دي تبسطني وتساعدني يا جماعة والله العظيم نصرة بتفرح بأي حاجة بتفرح بأي كلمة بقل كلمة بتفرح أنا فرحتي بالفلوس أنا فرحتي مش بالفلوس أنا فرحتي بأن أنتو بتفرحولي أنا بحب دايما من وقت التاني أفرحكم وأقول لكم يا جماعة أدي سمرت تعبكم سمرت تعبكم معايا أيوة أنا لازم من وقت التاني أقول لكم أن الرزق أيوة الرزق بتاع ربنا ولكن ربنا سبحانه وتعالى بعضكم لي وبعضكم لقنوات كتير بتفرحونا فلازم أحسسكم وأعرفكم أن أنتو بتبسطوني وبتساعدوني علشان ده أكيد هيدكم طاقة فيها سعادة وفيها حب وفيها خير لأن الإنسان كل ما بيدي كل ما بيحس أنه هو سعيد ومبسوط يعني أنت لما تشوفوا كده فيديو أنا بقول لك يا جماعة أنا ربنا كرمني بقرشين ولفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم أنتو أكيد دي حاجة هتساعدكم وحاجة هتفرحكم وحاجة هتبسطكم أنا بحب قوي وبسعد قوي لما أنتو تكونوا فرحانين ولما تكونوا مبسوطين ولما تقولوا لي نصرة إحنا بنفرح لفرحك وبنزعل لزعلك يا رب ما تحارم منكم أبدا من كل دعواتكم من كل كلامكم من كل حاجة والله يا جماعة وحيات ربنا والله بقول الحقيقة أنا لو أكتر من مرة أحاول أن أنا يعني يعني القناة ما اشتغلش عليها لكن بحس بأن أنا بحس أن أنا ممكن أزعل لو ما شفتكمش يوم أو ما سمعتش كلامكم يوم أو ما شفتش تعليقاتكم يوم ربنا يدومكم نعمة في حياتي ويساعدكم ويستركم ويفرح قلوبكم بولادكم وكل حاجة جميلة حبايب قلبي تبقى عندكم وليكم أمين يا رب العالمين معلش حبايب قلبي الفيديو طول معايا شوية أو يعني مش عارفة إيه اللي طوله كده مش عارفة بصراحة مش عايز يخلص المهم أنا طبعا القرفف دي كلها أنا شلت الحاجة من عليها وحاولت بس عارفة ليه ليه التلفون بيعتم كده لكن هي حصل له حاجة يكون خد بردي يا جماعة من الأيام اللي فاتت دي المهم طبعا الحاجات دي كلها لازم تتنظف لعايز أقول لكم الرمل كان غير طبيعي إمبارح غير طبيعي غير طبيعي فالحمد الله وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بنحاول إن احنا ننظف هو على قد ما نقدر وطبعا النهار ده الخميس يعني بتدي إن شاء الله بإذن الله آخر النهار يوم الأجازة وإن شاء الله بإذن الله الناس اللي بتقول لي يا نصرة فيه ناس قالوا لي يا نصر صورينا النقاشة اللي انت عملتيها حبايب قلب أنا ما عملتش غير قوضة طهن قاشة عندي في البيت وإن شاء الله هشوف الموان لو كان عنده آه نسيت أقول لكم نسيت أقول لكم الراجل الموان بيقول لي إيه بيقول لي إيه لما روحت أجيب منه المونة بيقول لي هوا أنت طعمتي ما فيش بينه وبينه كلام يعني يعني أخياته خدمة ماليش علاقة بي بقول له لا ما طعمتش لسه بيقول لي ما تطعميش بقول له لا والله هتطعم بس أنا يعني ربنا يسأل افتكر بس البطاقة وبتاعة وكده يعني وحطت بيانتي قال لي لو ما تطعاميش قلت له ما أنا لو ما اطعامتش هيدفعوني تقريبا غرامة او في حاجة هتحصل كده فتحت درجة يا جماعة وطلع لي ورقة قال لي الورقة دي خديها بقول لي ورقة ايه دي قال لي يعني تثبت ان انت اطعامت بكم يا جماعة الورقة دي بمتين وخمسين جنيه شفتوا المرار شفتوا المرار اي حد بيعمل اي حاجة اي حد عايز طلع سبوبة اي حد عايز يطلع لا يا جماعة اطعاموا يا جماعة اطعاموا الناس كلها بتطعم حتة الموت والعاية والكلام ده كله ده الموت بييجي يا جماعة لما الانسان عمره بينته مفيش يعني فيه اكم من ناس عاشت عمرها كله مريضة وربنا وعايشة مالوش علاقة خلص يا جماعة الموت مالوش علاقة بالعاية الموت يعني حياة الانسان بتنتهي لما خلاص أجله بينتهي ملوش علاقة لعيا فحبيب قلبه خده التطعيم وانا بإذن الله ان شاء الله هاخد التطعيم وهو طبعا أكيد يعني مش خايف علي لأنه هو طبعا جاب شوية ورق عايز تاجر فيهم وهو مرار طافح طب هنعمل ايه يعني احنا كل حاجة حلوة بنشوفها في حياتنا واحلى حاجة شفتها في حياتي وربنا سبحانه وتعالى كرمني بيكم في الآخر ان انتو بتقفوا جنبي مني دايما وبتشجعوني دايما وكلامكم الطيب على دماغي من فوق يا رب ما تحرم منكم وتفضلوا دايما منوريني بجد والله العظيم يا جماعة انا ساعت ببقى تعبانة ومش قادرة والله العظيم انا طبعا الصحة والقوة من ربنا سبحانه وتعالى ثم انتم لما باجي اسور فيديو كده واشتغل فيه بحس اول ما بفتح كاميرا التليفون بحس ان ربنا سبحانه وتعالى اداني طاقة والداني قوة كده غير طبعية فانتو بتساعدوني وانتو وقفتكو جنبي وتشجعكو لي هو اللي بيديني القوة وبيديني الاستمرارية ان انا استمر في القناة وبيديني افكار ان انا ممكن اعمل حاجة يعني فيها تطش بسيط عن اي حد فربنا يدومكم في حياتي نعمة واذا كانت اي قناة كبيرة فالقناة مش كبيرة بنفسها القناة كبيرة بكم انتم انتم النجوم انتم اللي بتنوروا الناس كلها اللي انتم بتدخلوا لها انتم فعلا والله بتكلم بجد وانتم عارفين الكلام ده ان انتم النجوم اللي بتنوروا اي قناة اي قناة من غيركم ملهاش اي قيمة ولا لها اي لازمة سواء كانت روتين او اكل او اي حاجة لان الناس للناس ربنا يدومكم نعمة في حياة كل حد فتح قناة ويساعدكم ويبسطكم ويفرحكم لان انتم مصدر خير ومصدر سعادة ومصدر بهجة لكل القنوات اللي انتم بتشاهدوها ربنا يدومكم في حياتنا نعمة يا حبايب قلبي بشكركوا بالنبع عن اي قناة سواء كانت كبيرة او صغيرة فعلا الناس باللناس الناس فعلا للناس لان انتم اللي بتقفوا جنب اي قناة سواء كانت اي ان كانت القناة انتم اللي بتقفوا جنبها وانتم اللي بتدعموها وانتم اللي بتكبروها فانا لا مرحش اعمل اعلان عند اي قناة انا يعني حتى لو قناتي كبرت خير وبركة وما كبرتش انا رادية بيها ورادية بالناس اللي عندي الناس اللي عندي انا بحبهم بعتبرهم اهلي واخواتي عمري ما حد من أهلي قال لي كلمة يعني كلمة لما هواحدة تقول لي أنت يا نصرة احنا بنزعل زالك و بنفرح لفرحك عمري ما في حد قالهالي ربني يكرمكم يا حبايب قلبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته